اضافة الى ذلك يعدل رئيس الصندوق معدلات الرسوم والغرامات والقيم التخمينية ويمنح الاعفاءات واسترداد الرسوم وتقصيتها وبهذا يكون امبراطور الصندوق الوطني ضرب عرض الحائط كل المبادئ والنظم الديمقراطية التي طرع عادة الجبيات بمفهوم الدولة وهذا فهرس يحدد انواع الرسوم لجبايات القوات اللبنانية رسم البنزين المزوت الغاز الكاز الزيوت المعدنية الفيول المواد الكيميائية الرمل الحبوب التبغ السينما المسرح المطاعم المساهمات القطعية المساهمات الشعبية رسوم المؤسسات السياحية رسوم الاجانب رسوم استراد وترخيص الاجهزة اللاسلكية رسم الاشغال العامة رسم التنظيم المدني رسوم التسجيل العقارية رسم الانتقال رسم القطع الاثرية رسوم المراهنات رسم المواقف الاعتراض على المساهمات والرسوم والغرامات واحكام مشتركة عامة بالاضافة الى رسوم الاسلحة ومساهمات المصارف ورسم الاعلانات كيف يتم تحصيل رسم البنزين عند رسوم الباخرة وبالاستناد الى مانيفست الباخرة للرسم الاول عند خروج البضاعة من الكاسخانة للرسم الثاني يستوفى من اصحاب ومستثمري محطات البنزين رسم خاص على اساس المسحوبات من مادة البنزين ويحدد رسم البنزين وفقا لما يأتي 10 دولار امريكي عن كل طن يباع الى خارج المناطق المحررة 15 دولار امريكي عن كل طن يباع داخل المناطق المحررة 19 ليرة ونصف ليرة عن كل لتر يباع في المناطق المحررة وهكذا يدفع كل مواطن 550 ليرة لبنانية هي بمثابة رسوم للقوات اي 20% عن سعرها الرسمي ونتيجة هذه الضريبة المنشار ارتفاع جنوني في الاسعار بدءا بالنقليات وانتهاءا بكل السلع والموات وما يدعو للسخرية وجوب الاستحصال على موافقة مسبقة بالاستيراد من الصندوق الوطني لكل من يرغب في استيراد مادة البنزين وان من يدخل البنزين الى المنطقة الشرقية من دون علم القوات يعتبر مهربا حتى ولو اتت هذه المادة من خارج مناطق سيطرة القوات وهذا مستند موقع من مدير الضابطة الموضوع تهريب بنزين الى المنطقة الحرة من دون علم القوات كيف تحدد الرسوم على المواد الاخرى؟ رسم الغاز يحدد كما يأتي 1600 ليرة عن كل طن يباع داخل المناطق الحرة رسم الفيول يحدد كما يأتي 20 دولار عن كل طن يدخل الى المناطق المحررة رسم الرمل والبحص 100 ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الرمل الجبالي 600 ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الرمل النهري و200 ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من البحص ويحدد رسم الرمل البحري الداخل الى المناطق المحررة بـ 1500 ليرة عن كل متر مكعب رسم السينما 6% من سعر بطاقات الدخول الى صارة السينما رسم المسرح 3% عن سعر بطاقات الدخول الى صارة المسرح رسوم المطاعم 5% من قيمة كل فاتورة تدفع من قبل رواد المطعم 1% من قيمة كل فاتورة تدفع من قبل مستثمر المؤسسة رسوم المواقف 25 ليرة لبنانية رسم عبور 750 ليرة لبنانية رسم اشتراك شهري 250 ليرة لبنانية رسم بدل عن ضائع لبطاقة اشتراك ماذا في الفصول الاخرى؟ رسوم على القطع الاثرية رسم القطع الاثرية هو الرسم الذي يستوفى عن القيمة التخمينية للقطع الاثرية عند تصديرها الى خارج المنطقة الحرى وهذا جدول يحدد الرسم 5% عن القسم من القيمة الذي لا يزيد عن 50 الف ليرة لبنانية 10% عن القسم من القيمة الذي يزيد عن 50 الف ولا يتجاوز 200 الف ليرة لبنانية 15% عن القسم من القيمة الذي يزيد عن 200 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز 500 الف ليرة لبنانية 20% عن القسم من القيمة الذي يزيد عن 500 الف ليرة لبنانية وتتولى لجنة الحفاظ على الاثر تخمين قيمة القطع الاثرية رسم التبغ رسوم تبغ ادارة حصر التبغ والتنبغ رسوم التبغ غير المرخص في استيراد التبغ في تصدير التبغ الرسم على السيجار تستوفي دائرة التبغ رسما مقطوعا قدره 3 دولارات امريكية عن كل علبة سيجار مهما كان نوعها الرسم عن مناقصات ادارة حصر التبغ والتنبغ تستوفي دائرة التبغ رسما نسبيا قدره 5% من قيمة مناقصة نهائية التي تجريها ادارة الحصر التبغ والتنبغ المساهمات القطعية وهي المساهمات التي تستوفى من المؤسسات الكبرى ذات الطابع التجاري والصناعي والحرفي والخدمتي على انواعها المختلفة وبحسب المادة الثانية تحدد هذه الرسوم بالاتفاق ونركز على كلمة بالاتفاق بين مديرية الواردات وبين اصحاب المؤسسات المعنية المساهمات الشعبية وهي المساهمات التي تستوفى من المؤسسات والمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي والخدمتي على انواعها المختلفة وتصادر ايضا لصالح الصندوق الوطني بدلات ايجار جميع الابنية المصادرة في المناطق الحرة رسوم للمرور الفردي للاجانب وهذا جدول يحدد هذه الرسوم كل شخص اجنبي يمر على الاراضي اللبنانية يدفع رسما يتراوح بين 350 و 8000 ليرا لبنانية بدلوا ايجازات عمل للاجانب وتقسم بحسب نوع العمل فالطاهي مثلا يدفع سنويا 16500 ليرا لبنانية وصاحب العمل يدفع 33000 ليرا لبنانية رسوم على بيع وشراء الاقارات من شقق الى فيلات 520 ألف و مليون و 40 ألف ليرا لبنانية الى شالهات على الشواطئ 390 ألف ليرا لبنانية وفي فقرة 260 ألف ليرا لبنانية وفي فريا 130 ألف ليرا لبنانية وهناك رسوم أخرى تحدد على المؤسسات السياحية وهي بمثابة جيبيات سنوية ويحدد الرسم وفقا لما يأتي الشالهات فئة أولى 550 ليرا لبنانية فئة ثانية 300 ليرا لبنانية عن كل متر مربع سنويا أما الكابينات ف5000 ليرا لبنانية سنويا للفئة الأولى و2500 ليرا لبنانية للفئة الثانية